خلونا بما ان احنا بنتكلم على العمل وعالشغل فاقولك انه بعد سنتين من العمل المتواصل ودي حاجة مهمة والمخلص حصلت الاكاديمية الوطنية للتدريب على الاعتماد من المؤسسة الامريكية اسات اي سي سي اي تي بعد ما تم اختصار المدة المتعارف عليها للحصول على الاعتماد من اربعة او خمس سنوات لسنتين بس الامريكان هيعملوا كده ليه او المؤسسة هيعمل كده ليه محبة يعني لا جدعانة لا مجملة لا لانه للمفروض يتعامل فاربع او خمس سنوات الاكاديمية الوطنية ادرت انها تحققوا بمنتهى الجودة بل والامتياز في سنتين واعتمدت الاكاديمية في سبيل الحصول على هذا الاعتماد بتاع الاعتماد الامريكي على شبابها وعلى طاقم العمل بتاعها وعلى المدربين بتاعها دون ان تستعين الاكاديمية الوطنية باي خبرة اجنبية يعني ببقاش في حاجة اسمعه وقدة الخواجة هو المصريين بيعرفوا يعملوا كل حاجة بشرط حط الموضوع في دماغك وفكر فيها بالراحة اي واحد فينا بجد مش هزار احنا المصريين تحط بس حاجة في دماغك انت مش هتنام غير لما تحصل وده اللي حصل من الاكاديمية الوطنية للتدريب فيتوج هذا المجهود العظيم بحصول الاكاديمية على اعتماد لكافة برامج المدرسة الرئاسية وحزمة البرامج التعقدية والتكلفات الرئاسية وبرامج اللغات وكذلك امتد الاعتماد علشان يشمل الهيكل الاداري للاكاديمية والمقر الخاص بتاعها بما فيه طبعا المباني الادارية والمباني التدريبية اللي تم تصميمها طبقا للمعايير العالمية للمؤسسات التدريبية اي تاني عايزين نتكلم فيه بالمناسبة الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت حصلت على اعلى او بالاصحة حصلت على تقييم لدى أسات او اي سي سي اي تي مؤسسة الامريكية وبتعدل اكاديمية وفقا لتصريحات خبراء المؤسسة الامريكية هي تاني جهة يتم تقييمها من قبل هيئة الاعتماد في خلال العشرين سنة اللي فاته وبتحصل على شهادة الاعتماد بدون وجود اي نقاط ضعف الحمد لله حاجة عظيمة جدا بل انه الاكاديمية الوطنية للتدريب تفوقت في تحقيق اداء متميز وده كلام المؤسسة الامريكية مش كلام نحن وصت اللجنة اللي قامت بعملية التقييم بانه يتحول نموذج الاكاديمية الوطنية للتدريب لنموذج قبل للدراسة من جانب المؤسسات الاخرى بوصفه نموذج فريد تجب دراسته بالمناسبة دي مش اول مرة تتحول فيها حاجة مصرية الى نموذج ودرس وتبقى تجربة يجب ان تدرس بالمناسبة التجربة الاقتصادية المصرية خلال السبع سنوات الماضية دي اصبحت نموذج بيتم الاقبال عليه والمطالبة بالوقوف على تفاصيله من قبل دول تانية وبالمناسبة فيه دول كتير في امريكا اللاتينية كنا قبل كده احنا بنفتخر بتجربهم الاقتصادية بالمناسبة وخلونا نفتكر مثلا التجربة بتاعة لولادي سيلفا على سبيل المثال الدول دي هي اللي اصبحت النهاردة عايزة تجربة المصرية تشوفها وتدرسها وتقف على تفاصيلها ويشوفوا ايه امكانية مش هقولك بقى هنا نسخها لا ايه امكانية الاستفادة من خبرات التجربة الاقتصادية والاجتماعية المصرية للتطبيق في العديد من دول امريكا اللاتينية اللي اقدر اقولهولك صبرا وهتشوف دول كبيرة مستعدة تاخد التجربة المصرية في اعادة الهيكلة الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر